مرحبا بكم في بنامجكم نمشيو توت سويت مع اوسيما فيه Startup News نتوكم اخبار لستارتوب في تونس وفي العالم دايور ان كلان دوي كنكم هلتك و كنكم ام في الهالتك رفاما ام برغم تاوا تيكمالي التفاصيل بعد شوية مع كونكتينو ام ام وكما ام يتبعون على سينيغال وموريتانيا هل سيكونون شركات تاواة باردة 18 نشهر اخبار تفاصيل مع اوسيما في Startup News شهدت منظومة شركة نشأة في تونس لسبوع هذا بعض التطورات المهمة البداية مع مشروع ديبتك تونيزيا الليصلة تضعو على دورة شركة نشأة اللي تخدم في التكنولوجيا المتطورة وتونس عندها 40 شركة ناشئة في المجال هذا وتحتل المرتبة الثالثة في إفريقيا شركة هذه تركز على حاجات كما ذكاء الاستناعي وتكنولوجيا نانو المبادرة هذه جاءت بعد خدمة متواصلة 3 سنين لتعزيز النظام هذا بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص من جهة أخرى وزارة تكنولوجيا الاتصال اعطت 14 تصنيف جديد لشركة ناشئة من برنامج ستارتو باكت وهكا يوصل عدد الشركات لخذية التصنيف هذا 884 شركة البرنامج هذا يقدم عفاء الضربية ويفتح الأبواب بشركات تتوسع على مستوى الدولي المواسل المرة هذه مع إكسبان أفريكا اللي تنظم كونكتين أف واللي هو مبادرة جديدة تهدف لمساعدة الشركة الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تونس خاصة في مجال هيرلت تيك بش يتوسعوا للسوق السينيغالية والموريتانية الحدث يتيح للمشاركين فرصة للتواصل مع خبراء ومواجهين في هذا المجال ويدعمهم على مدار 12 شهر من كل التدريبات ورشاة عمل ودعم في تطوير المشاريع باب التسجيل مزال مفتوح حتى يوم 32 سبتمبر 2024 والفرصة مزالت متاحة للناس اللي تحب تستفيد وتكبر في مجالات الصحة والتكنولوجيا انكملوا أخبار تونس في الاسترتاب مع الوكالة التونسية لنهوض بصناعة وتجديد لابي اللي خرجت كتالوج جديد يعرض أكثر الشركة الناشئة اللي عندهم أفكار مبتكرة خاصة في المجالات اللي تخص الصحة البيئة ورفاهية أما في العالم الأسبوع هذا يشد العديد من الأحداث المهمة في عالم الاستغتاب وين البداية مع شركة بيب سالس وهي شركة ناشئة في مجال البرمجيات جمعت 1.1 مليون دولار في جولة تمويل أولى تهدف الشركة لاستخدام هذه الأموال لتطوير منصة تعتمد على الذكاء الصناعي لتخصيص العروض الترويجية للشركات نذكر اللي تم تأسيس الشركة في عام 2023 واتخطت لتوسيع نطاق عملها في الأسواق الرئيسية كفي الولايات المتحدة الأمريكية والهند أوريت وهي شركة تكنولوجيا في مجال الألبين حصلت على 1 مليون دولار في جولة تمويل أولية بشي تستخدمها لتعزيز تطوير منتجاتها وتوسيع منصتها التكنولوجية أما في أوروبا أطلقت شركة نوالابس وهي شركة نشأة في مجال التكنولوجيا الصحية جولة تمويل بمبلغ 3 مليون أورو تهدف من كل هذا المبلغ إلى تعزيز قدراتها في مجال الرعاية الصحية وتوسيع نطاق خدمتها من جهتها أعلنت كريكا وهي منصة لتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية عن أغلاق جولة تمويل أولية بقيمة 1 مليون يورو في مدينة برلين وخيرا تحصلت أكريو فيونتورز وهي شركة رئيس ميل مخاطر على 150 مليون أورو لدعم شركة نشأة الأوروبية في مراحلها الأولى